سيادات والسادة بدايةً أتوجه بخالص الشكر لأخي وصديقي الأستاذ محمد فريد خميس على هذه الدعوة الكريمة وعلى هذه المبادرة العظيمة والتي إن دلت على شيء فإنما تدل على الوفاء والإخلاص وطيب الخلق لتخليده لذكرى وطني فز عزيز علينا كلنا وهو الدكتور بوترس بوترس غالي هذا الوطني الفز الذي كان صلباً في مواقفه كان دائماً ما ينحاز إلى الحق والعدل والقانون الدولي لم يردخ لضغوط أمريكية كان مدافعاً عن الإنسان وحقوق الإنسان في كل بقعة من بقاع الدنيا فمات ورحل ولكن ذكراه خالدة الدكتور بوترس بوترس غالي هذا الرجل العظيم الذي شرف مصر في كل المحافل الدولية وكان أول عربي أفريقي يعتلي مقعد الأمين العام للأمم المتحدة لم يردخ لضغوط أمريكية ولا لأهواء أمريكية ولكن كان انحيازه كله للحق والعدل والقانون وحقوق الإنسان دافع عن القضية الفلسطينية دافع عن حقوق اللاجئين كان سنداً قوياً وله دور هام كما أشار أخي العزيز عمري بي موسى في استعادة الأرض المصرية بعد معركة أكتوبر المجيدة استعدنا كامل التراب المصري بفضل هذا الرجل العظيم وهدوئه ورصانته وخبرته وعلمه استعدنا كل شبر من أرض مصر لقد قان لي شرف لقاء مع الراحل العظيم كان في أبريل 2014 أو آخر أبريل في زيارة لستة الوزير محمد فايق في المجلس القاومي لحقوق الإنسان وطبعاً قبل مروح لرئيس المجلس القاومي لحقوق الإنسان كان لابد وأن أمر على مكتب الأستاذ الدكتور بطرس بطرس غالي تحدثنا حديث المستقبل كان في ذلك الوقت الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن ترشحه للانتخابات وكان للدكتور بطرس غالي رأي هام في أن هذا الرجل جاء لإنقاذ مصر وأننا سنعادي سنوات يعني كما عانت كل الشعوب التي مرت بالثورات وثوقع أننا سنمر بخمس سنوات نعاني فيهم لكن بعد هذه السنوات الخمس ستتحول مصر إلى دولة كبرى في منطقتها تحدثنا حديث الذكريات عن أسرته السياسية العظيمة تحدثنا عن واصف بطرس غالي واصف بطرس غالي الذي وقد فتنة طائفية عام 1911 هو وسينوت حنة وويسة واصف وكان واصف بطرس غالي أول من انضم إلى حزب الوفد من الأقباط وكان وزيرا للخارجية في حكومة سعد باشا حكومة الشعب الأولى وفي أربع حكومات للنحاس باشا كان وزيرا للخارجية كما كان والده جد بطرس بطرس دكتور بطرس بطرس غالي وزيرا أيضا للخارجية لمدة 13 عاما قبل أن يصبح رئيسا للحكومة وكان أول مصري وليس أول قبطي فقط كان أول مصري يتبوأ مقعد رئاسة الحكومة بعد أن كان ناظرا للخارجية حديث واصف بطرس غالي مع الراحل العظيم الدكتور بطرس غالي تحدثنا كيف انضم إلى الورد وهو كان في ذلك الوقت في باريس والسفير بريطالي في باريس قال له كيف تنضم إلى من قتل أباك يقصد المسلمين فقال له أن أنضم إلى من قتل أبي خير لي من أن أنضم أو أضع يدي في من قتل وطني كان هذه هي الوطنية المصرية لهذه الأسرة العظيمة تذكرنا ما قاله أمير الشعراء أحمد شوقي في رثاء بطرس باشا غالي أمام قبره وكان حافظا لهذه الأبيات قال أمير الشعراء أحمد شوقي أصبحوا لي بس أشوف قبر الوزير تحية وسلام الحلم والمعروف فيق أقام قد عشت تحدث للنصارة ألفة وتجد بين المسلمين وآما أعهدتنا والقبط إلا أمة في الأرض واحدة تروب مرام نعلي تعاليم المسيح لأجلهم ويوقرون لأجلنا الإسلام الدين للديان جل جلاله لو شاء ربك وحد الأقوام هذه ربوعكم وتلك ربوعنا متقابلين نعالج الأيام هذه قبوركم وتلك قبورنا متقابلين جماجماً وعظاماً فبحرمة الموتى وواجب حقهم عيشوا كما يقضي الجوار كراماً هذه الأسرة الوطنية التي ضحت وظلت ضحي من أجل الوطنية المصرية وحفاظاً على الوطنية ومن هنا أن الموقف الصلبة والتاريخية للراحل العظيم الدكتور بوترس بوترس غالي ستظل تراثاً خالداً يتعلم منه الأجيال القادمة فتحية إلى ذكراه وأقول لحرمه الفاضلة أننا لن ننساه أبداً جيلاً بعد جيل فلس يظل حياً بيننا بما قدمه لوطنه ولأهله وللإنسانية كلها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته